اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال عرب أقحاح يعني عرب فصحاء بلغاء ليسوا بحاجة لمن يصح لهم حروفهم أو نطقهم وإنما بدأت تلك الحاجة تظهر بدخول الأعاج في الإسلام فقام عدد من علمائنا وأمتنا الأفذاذ كابل الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وضعوا لنا ضوابط وقواعد تحفظ النص القرآني تحفظ للنص القرآني كذلك صحته وصحة أصواته ودقة ألفاظه معلوم عندنا يا مستمعين أن القرآن الكريم بناء شامخ يتألف من سور والسورة تتألف من آيات والآية تتشكل على الأغلب من جمل والجملة من كلمات والكلمات كذلك من حروف أصغر وحدة بنائية عندنا في القرآن العظيم هي الحرف من هنا توجه علماؤنا واعتنوا بدراسة الحرف اللي تتألف منه لغتنا العربية من حيث أماكن خروجها وصفات كل حرف منها سواء كانت تلك الصفات مفردة أو مجتمعة مع غيرها بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فضبطوا لنا أزمنة الحروف على الصفة المتلقة من الحضرة النبوية الأفصحية سواء في ذلك المدود في حروفها والغنى في ميماتها ونوناتها فمن ذلك ما رواه أبو العلاء الهمذاني العطار بسنده قال قرأت على عبد الله بن عمر للفقراء والمساكين هذه الآية التي في سورة التوبة للفقراء والمساكين قال فأخذها علي بالمد ثم قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا فأخذها عليك ما أخذتها عليك وفغرفاه ومنهما رواه بسنده إلى أبي بكر بن عياش قال سألت عاصما عن قوله رسل الله الله أعلم قال فخم الأولى ورقق الثاني كل هذا محافظة منهم على أصوات القرآن الكريم من غير أن تتبدل بتداول الألسنة المختلفة لها إذ أن الألفاظ قوالب المعاني فإذا تغير اللفظ تغير المعنى المناط به تماما فعسى في لغة العرب هي فعل ترج عشان يحصل أمر ما فإذا فخمنا السين حك كلمة عسى حتسير عصى فيكون عندنا المعنى اختلف وكمان علماءنا في الصدر الأول كانوا يلحقون مبحث مخارج الحروف وصفاتها في آخر كتب النحو والصرف ولكن لما اشتدت الحاجة إلى هذا الموضوع في تعلم نطق القرآن الكريم النطق الصحيح أفرد بالتأليف فظهر عندنا ما عرف بعلم التجويد إلا هو علم كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم من آلات حديثة تسجل الصوت والصورة بالدقة المتناهية والوضوح التام فصوروا وسجلوا لنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنا في غنى عن كتب التجويد جميعها فقد كان يكفي الواحد منا أن يشاهد ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاكي نطقه ويقلد لفظه فلما كان هذا الأمر معدوما في زمن النبوة ألهم الله سبحانه وتعالى علماءنا العظام وضع قواعد علم التجويد التي نستطيع أن نسميها اليوم بالتصوير الكتابي للنطق النبوي إذن صار تلقي القرآن العظيم من عصر التابعين وتابعيهم منضبطا بالقواعد التجويدية وبالتالي صار التلقي تلقيين تلقي المنطوق ومكتوب التلقي المنطوق هو ما يشافه به معلم القرآن طلابه من أصوات القرآن كما تلقاها هو أما التلقي المكتوب وهو ما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد بإذن الله في الحلقة القادمة حنعرف الفرق بين التلقي المنطوق والتلقي المكتوب وكيف أتلقينا القرآن بهذه الطريقتين أما الآن بإذن الله حننتقل لجزءنا الثاني وحنستضيف القارئ حامد عبد العليم ليقرأ لنا آية الكرسي وما تيسر من الآيات التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طيب أحسنت حامد الله لا إله إلا هو هذا المد الذي في كلمة لا إله إلا هو إيش هو؟ مد منفصل أحسنت هو مد جائز منفصل يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس حركات يعني إمدينا نقرأوا هكذا الله لا إله أو لا إله إلا هو يعني اثنين أو أربع أو خمس حركات أكمل له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أحسنت طيب من ذا الذي يشفع عنده عندنا كلمة من ذا إيش الحكم الذي فيها وكذلك كلمة عنده هي حكم واحد ما هو هذا الحكم؟ إخفاء أحسنت ننساكنا بعدها ذال في الأولى من ذا وكذلك في الثانية عنده ننساكنا بعدها دال كلا الحكم إخفاء حقيقي يعني نخفيها هكذا من ذا أو عنده أحسنت أكمل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أحسنت طيب من علمه إلا إيش هذا المد؟ صلة كبرى هذا أحسنت مد صلة كبرى يعامل نفس معاملة المد الجائز المنفصل يمدل من إقدار حركتين أو أربعة أو إيش؟ أو خمس حركات أكمل أحسنت وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا مفتوح اللي هي همزة القطع أحسنت أكمل وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا طيب يا حامد أنت عارف أن حرف الفاء حرف رخ وضعيف لابد تضغط عليه قليلا حتى يبان معاك في النطق حفظهما وَلَا يَأُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْبِ طيب أحسنت كلمة قد تبين عندنا فيها دال ساكنة في كلمة قد جاء بعدها التاء نحن نعرف كلنا أن الدال والتاء يخرج من مخرج واحد لكن يختلف في بعض الصفات يعني الدال تقلقل التاء لا التاء تهمس الدال لا فعندنا هنا يكون حكم إضغام متجانسين صغير قد تبين ندغم الدال داخل إيش؟ داخل التاء نقرأه هكذا قد تبين الخطأ الشائع في هذه الآية عند الناس يقرأوها قد تبين وهذا خطأ الصحيح قد تبين ها فضل يا حامد قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إيش الحكم الذي فيه ويؤمن بالله هذه نون ساكنة بعدها حرف الباء يكون حكمها إيش؟ الإقلاب نقلب النون الساكنة إلى إيش؟ ميم نقلب النون الساكنة إلى ميم أحسنت وعلامة هذا في مصحف مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف عليها ميم عكازية فوق النون هذا دلالة إنه نقلب النون إلى إيش؟ إلى ميم أحسنت أكمل يا حامد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم طيب سميع عليم عندنا هنا تنوين بعد حرف العين ومعروف إنه حرف العين من حروف إيش؟ الإظهار الإظهار الحلقي يعني نقرأها هكذا سميع عليم طيب كلمة عليم إذا وقفنا عليها إيش الحكم اللي فيها؟ مد عارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات أكمل القراءة يا حامد الله ولي الذين آمنوا طيب كلمة ولي ألي هنا مشددة لابد أن نضغط على الحرف المشدد الضغط على الحرف المشدد حتى يظهر هذا يسمي علماء التجويد بصفة إيش؟ صفة النبر وهي الضغط على الحرف المشدد حتى هذا المصطلح مصطلح النبر علماء الأصوات وفي دورات مهارات الصوت يدرسوه إلا هو الضغط على الحرف المشدد النبر يعني الضغط على الحرف المشدد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور طيب في خطأ شائع في كلمة النور ومثيلاتها زي الناس إن أما هذه كلها نون مشددة تغن بمقدار حركتين النور لها الغنة بمقدار حركتين كثير من الناس يفوت هذا الحكم وهو ترى أبسط حكم تجويدي عندنا في القرآن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات طيب أحسنت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت عندنا هنا مدين المد الأول إيش هو والثاني إيش هو المد الأول منفصل والثاني منتصل أحسنت المد الأول مد جائز منفصل يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس حركات والمد الثاني اللي في كلمة أولياؤهم هذا مد واجب متصل يمد بمقدار أربع أو خمس أو خمس حركات كما قرأه أخونا حامد جميل يا حامد أكمل أولئك أصحاب النار طيب أحسنت كلمة أولئك إيش الحكم اللي فيها كذلك مد واجب إيش متصل طيب ليش سمي واجبا لوجوب مده أربع أو خمس حركات وليش سمي متصلا لأن حرف المد اللي هو الألف في كلمة أولئك جاء مع الهمزة في كلمة واحدة فأصبح مد متواجب متصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات طيب جميل أولئك أصحاب النار كلمة النار إذا وقفنا عليها عندنا فيها مد عارض للسكوم يا حامد كذلك يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات يعني مدينة نقول النار أو النار أو ستة أكثر من ذلك أكمل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب جميل هم فيها هنا عندنا ميم ساكنة بعدها فأ الحكم اللي فيها إيش إخفاء ولا إظهار إظهار شفوي حتى علماء التجويد حذروا من أننا نظهر الميم الساكنة عند الفاء قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي فإحنا هنا يتوجب علينا أن نظهرها هم فيها خالدون طيب كلمة خالدون الخاء معروف عندنا في كلمة خالدون إنها مفخمة وجاء بعدها ألف والألف من حيث التفخيم والترقيق تتبع الحرف الذي قبلها فإن كان الحرف الذي قبلها مفخم فخمة الألف وإن كان الحرف الذي قبلها مرقق رققت الألف عندنا في كلمة خالدون الحرف الذي قبل الألف اللي هو حرف غ فيفخم سر خالدون طيب إذا وقفنا يا حامد على كلمة خالدون هيكون كذلك فيها مد عارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ست حركات وإحنا نعرف أنه إذا بدأنا العارض للسكون بحركتين لازم كل القراءة تكون إيش؟ حركتين وإذا بدأنا بأربعة لازم كل القراءة تكون أربعة وإذا بدأنا بستة لازم كل القراءة تكون إيش؟ ست حركات بكذا نكون مستمعين الكرام أنهينا حلقتنا اليوم نكتفي بهذا القدر نشوفكم إن شاء الله بكرة مع السلام اقرأ وارتقي مع الأستاذ فارس جمال